يا جماعة يا جماعة ما تقولوا دي امانة والله والله العظيم ورحمة ابوي انا لو في حاجة عرفها لا اطلع اقولها والرزادي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا كاتبه لها هيحصل والله لو في حاجة كابتن هاب جلال مسي كان في يوم الايام الهالي ان حصل معاه كذا 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 والله لا اقولها لو انتو عارفين حاجة كابتن هاب جلال الهالكو او مثلا فطفض معاكو او اتكلم معاكو في التليفون اطلع اقولها الواحد ما بنتخافش من ربنا بس اوها تخاف من بنا ادم ما تخافش من شخص زي زيك بنا ادم زي زيك والله انا لو اعرف لا اطلع اقول الحمد لله عندي الجرأة وعندي اللي ربنا مدهني بالكوة لانا اتكلم في اي حاجة لو حد امني امانة والله لا اطلع اقوله ومش اخاف من حاجة يا رزاة بتاعة ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا كاتبهولي هيحصل واللي ربنا كاتبهولي هيتنفذ سواء موجود مش موجود ليه رزق هنا ما ليش رزق هنا بس دي امانة يعني لو واحد ما امني مثلا ان ابراهيم از احمد فقال لي يا ابراهيم احمد ده ازاني لقد بعد الشر حصل اي موقف اطلع اقول ان احمد ده ازا الشخص ده وفي الاخر ده حاجة بتاعة ربنا اللي ربنا كاتبهولي هيحصل بس دي امانة لو جماعة لو انتم في حاجة رحمة الله عليه اتكلم معاكم فيها لان هو انا عارف انه كان قريب للعيب لو في حد يا جماعة كابتن هاب جلال رحمة الله عليه قالها اللاعب كورة او قالها الاخوه او قالها الاولاده او قالها الزوجته او قالها العيلته اطلعوا ووضحوا الموضوع شوية لان الكلام اللاعب اللي بتنزله ده يبقى في حاجة في حاجة ما تقولوا ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي هيحصل حد هياخد رزقك محدش هياخد رزقك لان هو في الاخر ربنا كاتبولك هيحصل على اقل يعني يبقى في حق اللي اخطأ يتحاسب اللي اخطأ يبان كده يتكشف قدام الرأي العام يتعرف يتعرف مين ده مين اللي دخل في المجال الرياضي بوازه مين اللي دخل في المجال الرياضي بيقزي نفسية اللعيبة مين بيقزي نفسية الاشخاص اللي موجودة مين بيمشي المجال على مزاجه في الوقت ده هيبقى عامل كده هيلاقي نفسه لوحده هيلاقي نفسه واقف لوحده كده كله عامل كده وهو واقف لوحده اما طول ما آآ كله منتكلم هنقعد نتكلم على الستوري وعلى البوستات وعلى البتاع هو موجود في وسط الناس خلاص مش باين انا عارفوه هقعد بقى انا اجيب بقى الاسماء اللي موجودة بقى من اول اتحاد القارة من اول المسلمين في اتحاد القارة عاد اقول حادي بادي يعني هو عاد بقى اقول اللي هو ده عاد بقى اجيب بقى اعمل ايه عمي الشاهم انا ما تقول يا جماعة اللعيب اللي عارف او في حاجة حصلت ما تطلع تتكلم انا دلوقتي لما انت نزلت البوست يعني سواء افشا سواء امام عشور سواء احمد الشيخ انا كمتابع او كاعلامي او كلعيب كورة سابق او كجمهور ماشي ايه اللي انا ايه اللي انا عرفته يعني ايه اللي ايه المعلومة اللي انت دي تاني ما معروف ان في في بعض الاشخاص وفي في حاجات كثيرة جدا ضغوطات بتحصل جوا المجال الراديو دي معروفة بس مين بقى مين مهمين بقى ده احنا مش عارفينو انتو عارفينو احنا مش عارفينو. احنا في الوقت ده ما كانش حد الحمد الله في الوقت بتاعنا ما كانش حد يجرؤ يعمل معنا كده. لان احنا كنا الحمد لله ناس تقيلة. وكانت الثقة بتاعتنا ثقة تقيلة. ما كانش حد يجروا ايه اتلع يتكلم معانا عشان كان بيخاف بس عشان انتو بتخافوا فهو بقى خلاص بيعتمد ان هو مخوفكم هو معتمد ان انت خايف فخلاص مش تتكلم مش تقدر تتكلم اصلا اما احنا الحمد الله اتعاملنا مع عمالكة عمالكة بقى اسماء بقى ساطير والله ما حد كان يعرف يقف معهم ولا يقعد معهم ولا يتكلم معهم بس كان الحمد الله كان عارفين الحدود بتاعتهم كان عارفين بتعاملوا مع مين لان ما شاء الله الحمدلله سواء الجيل بتاعنا او الجيل اللي قابلنا كان جيل سئيل فما كانش حد يجرؤ كانت الكلمة كده لما بيجي يتكلموا مع انا بيعملوا اي الف حساب قبل ما تطلع قبل ما تطلع يبقى واقف مع محمد شاو واقف مع عزدان واقف مع اسماء تخليه ترعب تخليه ترعب كده يخاف ان يتكلم بس بس انتو ما شاء الله مش مش وقفين مع نفسوكو حد ولما حد فيكو هيتعرض للموقف ده محدش هيقف معاك لما نفسك انت سوقفش امام عشور احمد الشيخ لما تتعرض لنفس الموقف ده محدش هيقف معاك هيطلع برضو واحد صاحب يقولك الكلمتين دول